رئيس عبد المجيد تبون قال لك ان احنا بنستسمر مليار دولار في الدول الافرقية لتنمية الدول الافرقية او مشاريع تنمية في الدول الافرقية. الكلام ده طبعا ما عجبش ناس تانية. ان قال لك ازاي طلع واحد بقى زي السليم وطلع والناس مش عجبها. ازاي الرئيس عبد المجيد تبون قال كده يا جماعة. ازاي قال التصرحات اللي تطلع دي وتقول لك ان احنا بنستسمر او في مشاريع تنموية في الدول الافريقية بمليار دولار. الكلام ده كله اجذوبه وما فيش اسطر الجزائر ما عايش الفلوس دي. كانت اولى انها تستثمر في الجزائر وتعمل مشاريع استثمرية في الجزائر. ده اللي بيقولوا الكلام بتاع الاعلام المغربي اللي بيهاجم بس الجزائر. اللي مجرد ان يتطلع كلمة للجزائر فيهاجمها. زي ما بيهاجم الجزائر ان هي بتدافع عن قضية الجباح روية في اه التحاد الافريقي. دلوقتي الجزائر بتحاول تدافع عن قضية الاتحاد الافريقي وعدم افريقيا. لكن المغرب بيتحاول بيقول لما قوتت من قوة انها تطرد جابهة البصار او الدولة الصحراوية من الاتحادل افريقيا.